مرحبا وتحية لكل مستمعي ومشاهدي صوت لبنان عبر موجاتنا العام لمية فاصل خمسة مية فاصل ثلاثة وعبر الابليكيشن عبر فيديو وعبر صفحاتنا على السوشل ميديا وفويس أوف لبانون مية فاصل خمسة لكل اللي عم يتابعونا بالصورة بحلقة اليوم من الكلينيك رح نحكي عن فريس أسبابه وطرق علاجه خصوصا بالطرق الحديثي وبالليزر وأهمية هالتقنية رح نبحثها اليوم مع ضيفنا دكتور فادي كلاسي اختصاصي شرايين اللي مشرفنا على ستوديوهات صوت لبنان أهلا وسارة فيك دكتور مصفر وبحيي كل المستمعين ونحن عم نكمل يمكن يلي كنا بلشنا الأسبوع الماضي مية بالمية صار فيه نقل خارجي وقرطشنا الحلقة واليوم منرجع نكملها لأنه الموضوع كان مهم ولازم نعطيه حقه كاملا بدي قبل منبلش بالحديث نذكر بأرقام صوت لبنان 01-325-357-611-03-05 واتساب صوت لبنان 76-611-01 لكن اللي عبره يسأل أي سؤال فيما يختص بموضوع حلقتنا اليوم دكتور كلاسي الفاريس عوارد وعلاجات والتقنيات قديش دقيق هالموضوع مع أنه قديم كتير يمكن ما أنه شي جديد ولا مستجد بس قديم أهمية نعرف أسبابه ونعرف نوصل للعلاج أكيد هو الموضوع كتير مهم وبيتعلق بكتير ناس يعني في كتير ناس بتاعيني عنه مش إنه هيكي أنا بدي أشكرك لأنه عم بتضوع هيدا الموضوع لو كان قديم ولو صار من حكا في كتير بس الإشياء بتتطور العوارد أكيد ما بتتغير ولكن العلاجات بتتطور ونحن بنعرف أنه فيه بروبوزيون كبيرة من الناس في لبنان بيعينوا من الفاريس خاصة بس يصير فيه شوية شوية بدانة وقلة حركة يعني البلاد المتقدمية اللي ما بتعمل رياضة ويالي بتصير سيدنتير بيصيروا يعينوا أكتر من الفاريس من البلدان اللي كتير بيحركوا مشان هيك أول فترة كانت البلاد المتقدمة فيها فاريس كتير والبلاد مثل أفريقيا الوسطى والسود ساوس أفريقا ما يفيهم كتير لأنه كانوا بدون يمشوا كتير وبدون يتحركوا كتير وما عندهم بدانة بعكس المعتقد أنه بكتمشي كتير بكتحرك كتير طبعا يصير عندك فاريس مظبوط هي قلة الحركة تلية الحركة عفارة صحبة عفارة صحبة الأوبوزيتة فاكتور كتير كبير أنه يتطوروا الفاريس نصاحة نصاحة طبعا أنه فيه قبول يعني فيه عوارض بتبقى جاية ويراتية بيبقى واحد ورتين أنه عنده قبول أنه يعمل فاريس بس فيه ناس بتعمل كتير فاريس فيه ناس بتعمل أقل لأنه فيه ناس بتنتبه وفيه ناس بيحكم شغلة أو بيوضعها الاجتماعي بتضطر النطوقة في كتير وبتعمل أكتر بكتير فاريس من غيرها أسمام الفاريس أعرف مثل ما عادرتك خلق ذكرتها هل هو فيه عوارض للفاريس؟ طبعا عوارض الفاريس فيه كتير عوارض نحن العوارض بتكون أكتر من تاني شيء من النهار أو من عشية أو بالليل لأنه نحن بس نوقف الفاريس هن شرايين مضخمة والدم يلي ما فيه كتير وكسيجين بيرقت بهالشرايين بالإجران أخاصة بقى بيبطلوا يتنفسوا منيح العضلات بيصير فيه شوية أسيد لكتيك بيصير يوصل واحد بعض الظهر يحس بيعوارض مثل التقل مثل الوجع الورم فيهون يعرقلوا بالليل فيهون يرعوا يعملوا إكزيما إذا فيه رعاية بس ما فيه شرايين مبينين نافرين إذا بس بالكاحل مثلاً وبالإجران أكيد بدنا نتأكد أنه ما فيه حساسية أو شي تاني ولكن أغلبية الوقت بيكونوا تعالجوا للحساسية وتعالجوا لكتير أمور وما عم بيصحوا بس يجوا بنعمل تخطيط منلاقي أنه فيه عندهم فاريس جوانة وهن مش عارفين فيه فاريس ما بيوظهر فيه فاريس بيوظهر طبعاً بالكل الفاريس الفاريس هو الأوري دي تضخم بالأوري دي والصمامات طبعاً الأوري دي ما بتشتغل ولكن بس نحكي عن فاريس عم نحكي عطول عن شرايين سطحية بهالشرايين السطحية فيه شعيرات صغار يلي منقشعهم على الجلدة مثل الخرايط مثل العنكبوت أوقات بيقولوا هو اللي كتير صغار وكتير سطحيات فيه الشرايين بيبقوا لونهم أزرق بيبقوا وسط يعني منهم كتير عماء وفيه العمئين يلي بدهم بس تخطيط لأنه إجباناً ما بنقشعهم بالعين المجردة يلي هن السفان بيبقوا أكبر هول اللي إجباناً بالزمانات كانوا يعملونهم العمليات فيه علاج علاج أدوية أو بالعمليات يعني هيك كان بالأول قبل ما نوصل لنحكي عن علاج المتطور بعد شوية نعم أهم علاج هو الوقاية كيف الوقاية يعني نرجع منقول أنه اللي عنده قبول يعمل رح يعمل بس الفرق أنه إذا فيه أجسام عنده قبول عنده قبول بس ولكن هن فيهم يكون عندهم لايفستايل مرتب يعني ينتبهوا أنه ما ينصحوا يعملوا رياضة كل يوم أو خمسة يام بالأسبوع ما يوقفوا كتير عفرة زحبة ما يلبسوا قعبة كتير يهربوا من كل شي هو حرارة يعني ما يصخني كتير سونا حمام الشمس القوية بالصيفية كل شي بيعطيهب شوفهاش بالأرض كل شي بيعطيهب بيوسع الشرايين وبيزيدهم رياضة كتير منيحة بس يعلوا إجريين شوي بالليل لو كان دي سنتيمتر ما ضروري يعلون كتير بس يحطوا ما يمسقع على إجريين هول كل الأمور بتساعد إنه ما يسيدوا نعم كنت هيك عم بقرأ عنهم الملابس الديقة حول الخسر والسقين اللي بتعيق تدفو الدم رفع السقين لتحسين تدفو الدم هولي قداش بهمين الاستلقاء مسلا شو يعني استلقاء يعني السياست سياست ايه طبعا تجنب الجلوس أو الوقوف لدرجات هاي ده هي القوف والقود عفرة صحبة بيدر كتير وللأسف كل شغلنا يا وقوف يا قود بعدين بس ناقض يصرنا ناقض ونعليهم شوي كتير منيح أنا بقول لهم حتى بالشغل إذا كل ساعتين فيكم تمشوا خمسين فاشخة بيكون كتير منيح لأنه نحنا بس يقول لي أنا بمشي كل نهار من قوضة لقوضة هو لثمان فاشخات بيعلوا كتير الضغط بالإجران وبعدين بيبلش ينزل الضغط تفضل لا سوري إذا قطش لا في حد عميسها السؤال بس كم الموضوع بقى إذا إذا كل ساعتين واحد قدر مشي ولأنه خمسين فاشخة بيساعد يخف الضغط من الإجران هلا بس نعلي الإجران منعليهم عشرة سنتيم منعليهم عتكاية بس وقتها منعليهم مثل ما بيحبوا على الحات مطويين مثل وقت اللي بنلبس شي دايق جان على البطن يعني إذا عليناهن وطويناهن كأنه ما عملنا شيء مثل أنه بينطو بالبطن ببطل يدفق دم بطريقة منعليهم هني ممدودين حط تكيات نعم منعلي شوية ما كتير ومش كتير بستوع علي فوق باللينفي دي ما منعليهم أعلى بس بالفينس ديزيز يعني بالفاريس لا مش بطريقة في سؤال وردنا من أحد اللي عم بيتابعونا بيسمعونا أو بيشوفونا هل الفاريس تؤثر على العلاقة الجنسية طبعا لا بعدين الشيء للوحيد الممكن يؤثر هو إذا فيه فاريس بالفاجا يعني بالحوض وبالبريني وبالفاجا ممكن يصير فيه وجع من وراء الفاريس بعد العلاقة أو خلال العلاقة بس خلال العلاقة بس فيها تتم العلاقة مع وجع طبعا بس هي ما بتمنع الانتصاب هي ما بتنع الانتصاب في غير إشياء أمور بتخلي الانتصاب يمتنع بالشرايين ولكن كفاريس عادة لا هنرجع رح نرجع شوية ممكن أكتر لهذاكي بس كنا نحكي عن ممارسة الرياضة عن المشي هاو دي كلنا إناهم للدورة الدموية تبقى هيكي والوزن كمان اللي حضرتك لفت لقلو كتير ضروري هاو دي نهتملهم إذا عنا ميول أنه يصير عنا فاريس مزبوط هاو الأمور إذا لحظت أنه هولي منقولهم لكل شي لأننا شايف للقلب للميتابوليسم للكبد للفاريس هولي الأمور اللايفستايل لازم يكونوا كلهم وطبعا أكيد لازم الدول والبلديات يعني الأماكن العامة لازم تكون محضرة للإنسان يقدر يمشي أكتر إذا مشي عطريه ما يفتروا سيارة عندنا بلدان دكتر يعني هي الأمور يعني بتتحضر مش بس إنه نروح مشي عالتريدبل كمان إحنا إذا منخلق لهم جاو تقدروا يمشوا تقدر يكونوا عندهم مطرح تقدروا يربضوا ويعملوا هالرياضة بيكون كتير على سيرة التريدبل التريدبل منيحة البسكليات يعني كلهم هول حتى البسكليات منيحة ولا لا نعم ماشي أحسن لأنه إحنا بس نمشي كل ما ندعس دعسة عنا شغلتين عم بيحركوا الدم الدورة الدموية عنا كعب الإجر كل ما ندعس على الأرض هي فيها كتير شرايين بتكبس على هالشرايين طي يطلع الدم وعنا البطة كل ما نعمل نمشي مظبوط البطة بتعمل بمب وكمان بتبعتها الدم بالأوري دي حتى تحسن السيركولاسيون مش إن هيك يلي بيكون كسر إجره أو يلي بيكون عنده إعاقة وما بيقدر كتير يحرك إجره ومشي تمنى مظبوطة دغري بتلاحظ أنه وره موجره خليني أخد اتصال ألو ألو بونجور بونجور إذا بتريد بدي أحكي مع الحكيم أكيد تفضلي إيه بونجور حكيم بونجور أنا في عندي فريس حكيم بيطلع من المبولة بالمبولة الفريس كمان لأن عندي أختي بالمبولة طلع لفريس هيك بصير ينزل دم أوقات نعم هولي مش فريس الفريس ما بيطلع بالمبولة ولكن في شرايين فيها تضخم بقلب المبولة وتعمل نزيف نحن منسميهم مثل شهوة يعني نوع من من تكتل شرايين بيقدروا يعملوا نزيف ولكن منهم فريس بالمعنى اللي منعرفه نحن بالنسبة للفريس بالإجراء كمانا بيتعالجوا بينكووا بيتعالجوا أكيد في المبولة فريس بيعمل نزيف دم؟ الفريس إذا فلت بيعمل نزيف يعني بالإجراء بس إذا نزل دم عمتولي المدام بالحالة عمتولي عنا المدام إذا نزل دم يعني مش ضروري يكون فريس ممكن يكون شي تاني أكيد خصوا بالشرايين ولكن ما في فريس بقلب المبولة في تكتل شرايين بيسمون عنجيوم أو قط بينكوه ولكن الفريس بالإجراء بيقدروا ينصفوا بس يكبروا كتير ومنهة فيهم خاصة بالليل بحداً بيكون نيم بحك بدون ما ينتبه إجره بيوعه والصبح بيلاقي في كتير دم بالفرشة نعم نحن بنطلب منهم الإجبال أن يحطوا شاشة يكبسوا علي عشرة دقائق ويرجعوا يلفوا لإجر ويرجعوا يروحوا عن طبيبهم حتى يقطب لونيها أو يسكر لونيها نعم بدأت تابع معك دكتور شادي بعوائق ممكن تكون أوردة الدويلة قبيحة بعض الشيء هذا بالمنظر ولكن هل هي مقلقة بالحقيقة يعني مش بس قصة منظر هي أكتر من قصة منظر طبعاً إحنا إذا بدنا نحكي بالتدريجياً بالخطورات نحنا في أوقات عندنا بس عوارد أو جاء مثل ما قلنا وطقل وواحد بد يضل يحرك إجراء وكل هالأمور هاي دي لحالة نعم ما إنها ما بتشكل خطورة ولكن مزعجة يعني حياة بتصير كتير تعبانة تاني شي بس نروح على العوارد مش اللي أخطر بس يلي هني أقصى يلي هني بس نعمل عقر لأنه إذا إحنا تركنا الفريس لما بدي طويلة الجلدة بتصير تلتهب وآخر شي بتفتح بيصير في عقر وهذا العقر كتير مزعج وكتير مكلف وكتير بيعزب وبدون يضلوا يروحوا يعملوا بانسمان ويغيروا للجرح واتسترا وعننا الأخطر شي هي الجلدة يعني بس يتكون الدم يتجمد بقلب الشريين طالما هو سطحي ما بيشكل خطر بيوجع بيصير عندنا مثل أحمرار وبيصير فيها أساوي بالوريد ولكن مشكلته أنه إذا ما علاجنا بيصير يروح يكبر أكتر الجلدة وبتفوت بالسيركوليسون بروفون يعني بالأوريد العميقة وهون فيها تروع الروية وخطورتها أنها فيها تقتل وقت تصل عرية بتعمل جلدة بالروية أو أمبولي بلمون لهيك لازم ننتبه لكل شي من أول ما نحس بالتغيير مظبوط وهي دي من التغييرات اللي صارت مع الوقت إنه قبل كان عامل جلدة برانية معلشي حط حنطي عفلاماتور بيمشي الحار هلأ نحن بنعطيهم دوة سيالين ما بنتركهم يزيد الجلدة البرانية اللي بتعمل تبقع فرضاً على الإجر إذا عم نحكي ما حل ما فيه الفاريس يعني إيه هلأ البقعة الزرقة هي نزيف نزيف بس يجوا مبقعينها بقعة الحمراء كمان من الشرايين بس بيكونوا عم بفقعوا يعني عم بيفقعوا بينزفوا شوي تحت الجلدة ولكن الجلدة هي بس صير الوريد بحط زيته الشريان بيصير قاسي بيصير أحمر بس ندق فيه من الوجع هون يعني أكيد عاملين جلدة نعم بيختلف العلاج أسمع بكتير علاجات ولكن مش كلها لكل الشرايين بيبلبل مثل ما قلنا هديك ساعة أنه في إيسات اليوم أو الشعيرات بينعملن ليزر سطحة بينعملن قبر الشرايين الزرق بينعملن قبر الشرايين العميقة كنا من زمين نعمل جراحة والجراحة كانت أنه منشق ومنفوت ومنسحب الشريان بنشناك منه منسحبهم ومنشق ومنحط مثل كروشي ومنشط بالشريان ومنطلعوا لبرة ومنرجع منقطب صار في عندنا أكيد تقنيات جديدة أي أخطر أو أصعب أو هيدا السؤال سألتك برة الفريسة اللي بيصيب الرجل أو اللي بيصيب المرأة حكت وانا قلت لك لأنه لحد لأنه حضرتك رجل سألتني هالسؤال ما بنسأل أكيد على هيدا السؤال بالنسبة للفريس نحن على الفريس خليني أخد اتصال أبالمركزة هيدا الموضوع طمنات للمستمعين ألو مرحبا أهلا وحياتك بدي أسأل الحكيم عندي وليسي أنا عامة ثمانية سنة بتمشي وتوعص شوي عنده فريس من الهين الصبيعي تقريبا تتتين أربعين عنده فريس كبير بإجراء نعم هذه فترة لاحظنا أنه إجراء اليمين شوي مورمة من رتبة والذوز فما تهيعة مثل مهلك تحمر هل في خطر جلطة لعلي أو شو ممكن نعملة لانتعاد ها بها الحالة يعني صلى فترة بها الحالة نعم وهي دي أثر على المظل والنفس هاي على النفس نفس نفسها ضايق يعني عنده عطل بإتنفس هل ممكن من إجراء أصدق كنت تورم إجراء واصل من ده تورم بإجراء اليمين من الهاي هل ممكن تعمل جلطة ما عم نعرف أو شي على الرواية يعني عنده نفس هل ممكن تسبب لبجلطة بلما نحس لما في أحمرار وواجع مخصوقة يلا نحجيوبك أول شي بشكرك على سؤالك هلأ بدي أصمو أنا لكذا أصب أول شي خطورة الفاريس تا يعملوا جلطة هني بس يكونوا كتير كبار مثل ما حضرتك قلت إنه ولدتك أو ستك عنده فاريس كبار ولدتو عمرات منيس نعم بس يكونوا الأوريلي صاروا كتير كبار فيه خطر إنه يرقد الدم ويجمد ما له علاقة بالواجع وبالعوارد هلأ إجمالا بس يصير فيه جلطة بيحسوا فيها يعني فيه أوجاع وفيه ورم وفيه أحمرار وبتصير الإجري يمكن سخنة ولكن أوقات بيكون فيه جلطة جوانية وما بيحسوا فيها خاصة إذا همتهم شوي تقيلة هلأ إجمالا تنتفيد العوارد بس حدا بيقعد وهمتهم بتكون تقيلة ما بيمشي كتير بنلبسهم كلسات فاريس أو مشدات هي كنية عن كولان أو باء أو كلسات شصات بيشدوا على الشرايين بيضبوهم بيخلوا الدم ما يرقد فيه أنت ما يجمد بعدين إذا عم نحكي إنه يا هلتورة هني خاصهم بالعوارد النفس الكالوحيد هو بس يعملوا جلطة على الروية ولكن إذا موارمين الإجران والنفس ضيق كمان أكيد بنا نروح نشوف إذا فيه مشكلة بالقلب إذا فيه ضعف بالروية بالقلب إذا فيه بدان كتير قوية نصاحة وهايك دكتور شادي كالاسي يعني تورم الإجر خاصه بالفريس أو أنه عبتعبيه ما يبركي أو بيجوز كل هوادي كلهم حتى دقيقة النفس تورم الإجر بحد ذاته يعني بيخد كتير وقتا نفسره ولكن تبسط الهنور فيه يعني فيه الوعي يلي بيهدي هالدم وفيه الدم بس يكون الدم كتير صايت فيه يتهرب من الشرايين ولكن كمانا بس يكونوا الأوريدي كتير آآ مريضين وفيهم دوالة أو فيهم رواس بجلطة أو فيهم مشاكل هيك كمانا الدم فيه يتهرب بتصير تورم الإجر نعم وبس يكون صايت يعني بس يكون فيه مشكلة بالكلة بالقلب يكون الضغط كتير عالي بقلبهم وبس يكون فيه رواس بجلطة أو دوالة بيكون هو الوريد بحد ذاته هو اللي عم بخليني يهربوا مشان هاكي الاورام فيه الى عدة عوارض ولكن طبعا بس يكون عفرد مال بيكون اكتر من الشرايين بس يكون عالمالتان منروح اكتر عالكلا عالكبد عالقلب نرجع للسؤال الكبير خطورة الفريس عالرجل والمرأة كخطورة مثل ما قلنا الخطورة هي زيتها على اثنان ولكن العوارض طبعا مختلفة خاصة بس نروح على نحكي عن دوالة بالخصة او بالرحم تبلش بالقلب عند السيدات هن زيتهم هولي الاوريدي يلي بيكونوا بالبسان يلي هن حوالها الرحم بيعملوا كتير اوجاع خاصة وقت المعاد بيعملوا كتير اوجاع بيعملوا كتير تقل بيعملوا كتير حريق مزعجين كتير عند الرجل بيكونوا اكتر بالخصة يعني بالرانيات اكتر بس بيأسروا على البيضة لانه اوقات بس يكون عنا دوالة بالخصة يعني بالبيضات خاصة بتكون عميلة الشمال فيها مع الوقت تزغر إياس البيضة ولأنه البيضة ما عم تتنفس منيح بتصير الكاليتة تبع البزرة بتصير بتخف يعني جودة البزرة وعدده أوقات فيه خف بس هايدي مش بكل الحالات طبعا نحن الطبيب المسارك البولية أو طبيب النساء بس يكون فيه عندهم مشكلة إنجاب أولاد بيبعثوننا أوقات لأنه بيكون بعد فيه هالإحتمال نعمل تخطيط وإذا كان فيه زغرة شوية البيضة أو إذا كان فيه دوالة منعطيهم خبر لأنه أوقات بس يسكروا هالدوالة عندهم شي 30% شانس إنه ترجع تتحسن البزرة ولكن هايدي مش بكل الحالات بحالات معينة بس كخطورة هي مش خطورة هي تدعيات تدعيات زبادة تدعيات خطيرة نعم يعني أوقات بيبطل فيه انتصاب كما يجب بيبطل فيه البزرة بتموت بيبطل يعني منسمعنا إحنا دايما يقال معه فاريس بطل يجيب أولاد دقيقة هالعبارة يعني هايدي فيه عدد قليل من الناس عندهم هالمشكلة ولكن مش كلهم طبعا هي بس تتأخر بيبطل يتحسن الوضع لأنه لحت وزغرت البيضة وصارت بطلة تشتغل مظبوط بتخسر كتير شانس إنه ترجع تحسن البزرة ولكن مش كلهم عندهم دوالة بالخصة عندهم مشاكل خليني ناخد اتصال ألو ألو بونجور بونجور بالليل بيعمل أكتر تعرقل بالبطاط بس فيه يعطي حماوة وحرق بس إذا بس على الكعب فيه يكون كمان العصب أوقات هو عم بداية هلأ بس تنعرفه إذا فيه شرايين أو لأ إجمالا إذا بتعلي إجريا بنهار أو نهارة لما بتوقف كتير لازم منعشية تكون أحسن وبعدين إذا عم تتحسن على الماء المساقعة يعني لازم بالصيف تنزعج أكتر من الشتي وآخر شي إذا عم بيوزموا أصبيع إجريا يعني عم بيعملوا نقط حمر ويرعوها بس يكون فيه ساعة ورطوبة بيكون مش من الأوردة يعني مش من الفاريس بس من الشرايين الزغار بقى أحسن شي إنها تحط ماء مساعة قبل ما اثنين أو قات فيها تجيب مثل مرهن مثل مراهن للفاريس تدهن منهم قبل ما اثنين وتعلي إجريا تتحسن وإذا ما تحسنت وإذا فيه مثلا سكري أو مشاكل تانية بيكون فيه مشكلة بالعصب شكرا لك برجاء ذكركم بأرقامنا 013253576611 0205 واتساة بصوت لبنان 76611 01 عوارد الفاريس عند الرجل نفسه عند المرأة نعم بس فيه شي كتير غريب إنه رجال بينواجعوا أقل مش إن هيك بس يجوا رجال عطول بيجوا بس يعملوا كومبليكاسيون يعني بس يصلوا على الآخر أو حمارة الإجر مع بقى عم تنحمل أو عملوا عقر أو عملوا جلطة لأنه أول شي الشكل ما بيهمهم ما بيجوا بس يكونوا مبينين بيجوا عطول بس يكون فيه كتير عوارد ولحظنا بدون ما نعرف السبب إنه نساء بتنوجع أكتر نعم شو الأسباب كمان؟ فيه أسباب معينة غير أسباب المرأة بأي أسباب الفريس عند الرجل بتصير؟ هي نفس العوارد نفس الأسباب هي جينية بس جينيتيك مون نسوين تعمل أكتر كمان يعني بدأ تعمل يمكن تلايث نساء تايع من الرجل والرجل بيجي عطول بالآخر بس يصيره كتير نساء أعلى من المصابين بالفريس حضرتك عطيت الجواب بقلب السؤال لأنه هو المسيل بعد عمر ما بتصير الجلد كتير رقيقة بيصير إذا فاء عشريين بيدبخ بيسموه وهيدا بنشوفه كتير عند الناس يعني فيه عمر معين بيبلشوا لأنه بتصير الجلد كتير رقيقة بتصير آآ آآ أقلة وبيكونوا إجمالا إجمالا مش عطول بس إجمالا بياخدوا دواساينين بتصير تدبخ والطول تتروح بيصيروا كل الإيدان مدبغين وفيهم تشات نعم وكمانا بنشوفها هيدا عند الناس اللي بياخدوا كورتزون على المدى البعيد للأسف إنه أنا بقلهم بفضل إنه يكون فيه شوية تشات بالإيدان بس يكونوا محافظين إذا مثلا فيه مشكلة بالقلب وفيه رسار وعايزين دوا السيلين ما فينا نتخلى عنه وأهم شيء ما نوقفه ما نخففه لأنه ما بيقعد يعطي مفعول بيضل يعطي التشات يا عايزينه مناخده عطول يا مش عايزينه منوقفه يعني لو خففته بالجبع مرة برتين أنا برأيي لأ لأنه عم بتعرض حالك للنزيف لأنه بده سبعة أيام تيروح مفعوله ونفس الوقت ما عم بتحمي حالك من الجلطات نعم فبقى يا لازم تاخده حكيمك بيقلك أو مش لازم تاخده ساعتها بتوقفه وفيه كريمات للإزرقاء بتشوفهم بالصيدلية بيساعدوك تيروحوا أسرع لكن للأسف هني رح يضلوا يفاعوا دكتور الجوارب الطبية داي بتخفش الاحتقان بالساقين الجوارب كتير منيحة أنا مشكلة باللبنان إنه ما حدا بيحط ما بتحمل أول شي لأنه بس تكون الحرارة أربعين ولا ممكن تقدر تتحمل نيلون على الإجران وطاني شي لأنه صاير خلق ندايق بلبنان عفين بس تقول إنه لازم تلبس كالسيت فاريس نعم يعني دغري بيقولوا لا ما رح يتحملهم قبل ما يجربوا وطبعا في مشكلة تستغل لأنه مانا مغطية من الجهات الضامنة بده يدفع حق أو بصير عتلين هام إذا ما قدر يلبسها إنه يكون دفع حق أو ما يقدر يلبسها ولكن هي كتير منيحة لأنه أنفات بالضب عشرين يعني أنا في حدا ما بده بيخاف من يعمل علاج أو مش يقدر يعمل علاج أو ما بده أو فيه كونترا انديكاسيون ساعتها من إنه البوس جوارب عطول بيشدوا على الشريين بيبطل يرقى الدم بيبطلوا يعملوا أبدا عوارض ولكن ما بيشيل للفريز نعم أتيصال قالو قالو مونجور مونجور بدي أسأل حكيم إذا بتريد أكيد حكيم عم بتقلو عم بسمعتك عم بتقول إنه هيدا الكراف بالبطل تقرقوا للفريز نعم قالو أنا عندي فريز كتير بإجرية كل الليل بيصر لكراف بيت بني ما بيستفق تحرك من الكراف بالبطل وبينفخد من وراء ايه بقى شو دوية شو بدي أعمل لون أكيد في أدوية أنا من الأسف ما في أعطي أسامي للأدوية على الهوى ولكن طبعا في الأدوية يلي بالصيدلية معروفين كرميل الفريز وكتير صاروا مشهورين وفي منهم بيساعدوك على طريقة يعني إذا بتحب التلقسين في كتير أدوية ما بدي يعني معروفين كتير بس هني بيسمون فينوتونيك يعني الصيدلية أصلا بيعرف بس تاخدي هالأدوية بالنهار جبانا الصبح من وصفن من عشية بيصير العوارد أقل بس منها كافية في كمانا مراهن تنحط كمانا للجونبلورد من عشية بينعمل في المساج والماء اللي مساقها وأهم شي إذا كتير عندك عوارد مثل ما كنا عم نقول الجوارب كتير مهمة لأنه بتساعدك تيروحوا نهائيا للعوارد طبعا للفريس أنا بعد اتصال ألو بونجور بونجور فضلك بسهل حكيم فضلك معروف بالشاتوية جمالا أنا عندي فريس من البطة لتوصل لكعب الإجر نعم بس أكتر شي عندي لكعب الإجر على المصة على الكاحل شغلين زرقا 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 بالشتة أكتر شي بيحكمني حكاك من الركبة لتحد مع الإجرتين نفس الشي نعم ما بعرف إذا كان هيدا من الفريس ولا الإجر في شي من ناقص ماي بالجسم حتى عم حق هيك أو شي ما بعرف حضرتك بس بالشتة بتلبس كالسيت أطول من الصيف بلبس أطول أطول نعم نعم مثل ما قالنا هديك ساعة أنه فيهم يكونوا طبعا أول شي من شي الحساسية منتأكد أنه ما في حساسية على شي معين على نوع من كالسيت على بونطانو على شي معين بالجسم هيدا الغريب لأنه مثل ما كنا عم نقول أنه بالصيف إجمينا العوارد الفريس بيبينه أكتر لأنه في شوب هلأ إذا أنت حضرتك تشتغل بأمبيانس تكون الأرض بشتدافية أو في فرن أو في شي سخونة ومسكر ممكن تسائب إنه بالشتة أكتر ولكن بس يبالش يعملوا عوارد مثل هيك أكيد أحسن تشيلوا أحسن شيلوا نعم شكرا كتير لألك دكتور خلي نروح على العلاج بالليزر اللي هو هلأ أكتر شي متطور بهذا الموضوع شو وفر عليكم شو وفر على المريض بشو أهيا هل عنده خطورة معينة هل عنده تدعيات معينة أو هو الحل الأنسب بالوقت الحاضر هو الحل الأنسب لأنه هلأ بالجايدلاينز والركمنديشنز كان بالأوروبا أو بأميركا يلي صاروا صاروا هني كفرست لاين هو الليزر بالنسبة عم نحكي للفاريس الكبار لأوريدي اللي كنا نعملهم عمليات طبعا بيضل فيه شوية محل للعمليات الجراحية ولكن بيصير ضئيل جدا عشرت إنه يلي بدوا يعمل الفاريس بالليزر يكون يعرف طبعا يستعمل فيه ثلاث إشار يجب يعرف يعملها أكيد يعرف يعمل عمليات للفاريس يعرف يستعمل الألترا ساوند لأنه إنت بدك تفوت مثل الميل وبدك تعمل الإيكو بنفس الوقت الصورة الصوتية بتا تقدر تعرف لوين بدك توصل لأنه خطورتها إذا حدا بيستعملها غلط فيه يعمل جلطات وثالث شيء إنه يكون معود إنه على الفولو أب بالنسبة للفاريس والعواردون بس حدا بيعرف تكنيك ما يعملون وشغلته دكتور أصدك من الأطباء يعني بين الأطباء إيه طبعا يعني جراحة شرايين الأطباء اللي معاودين يعملون فيه أوقات بيكونوا مش جراحين شرايين ولكن بيعرفوا يعملون كتير منيح يعني بدأ فورمسيون أكيد وهيدي مع الوقت عم بتزيد صارت أكتر بلبنان كانت مشكلتنا جهة الضامنة لأنه ما تعترف فيها هلأ صار أحسن بكتير صراحة وهي منفوت بالأسطرة بقلب الشريين من تحت الركبة منطلع للخصة ومنعمل بنج موضعي حوال الشريين ومنحرقه بالليزر هايدي الفرست لين ركومنديشن هلأني يعني هايدي أحسن طريقة هلأ وأنسب طريقة واللي كتير منيح فيها أنه ما فيها شق ما فيها تقطيب بنج موضعي أوقات إذا هني في شوية سترس منغفيهم شوي ولكن مثل بس يعملون أدور يعني مانا مانا جنرال تغفوه شوية لأنه بكونوا عندهم سترس إي إذا فيه سترس بس إجمالا إجمالا يعني صراحة بنعملهم يعني خاصة بس تشتغل مع عكيب معودي صاروا يعرفوا بيحطوا المريض بيجي ما بيكون بيخففوا له من سترس بيفسروا له بيكون واعي يعني بيكون سلسة كتير ما بيكون في ضجة ما بيكون في سترس عالمريض تنعمل بتاخد كلها سوا ساعة مع التحضير يعني بنج موضعي بعد هنا بيقوموا بيمشوا بيرتاحوا شي نصف ساعة أو ربع ساعة آآ بالقوط اللي نحنا بنعملها بالانترفانشن الريديولوجي وبيرجعوا بيقدروا آآ بنحط لهم أو رابط أو كالسة وبيفلوا على البيت بيمشوا عادي بيعيشوا حياتهم طبيعية دو غريب بعد بعد ما يرتاحوا بيرتاحوا نعم نطلب منهم يمشوا لأنه ما كتير بنعطي دوة سايلين بعد العملية من نصر أنه بليز ما تروحوا تناموا لازم تمشوا وبيحطوا كريم لأنه بيزرقوا شوي من ورا البنج واجبالة كتير منيحة يعني بيقدروا يروحوا على الشغل بيقدروا يكملوا حياتهم طبيعية دغري دغري طبعا يعني ما بدا ما بدا وقت راحة هاي دي العملية لا نحنا اجبالة بنطلب منهم يومين راحة بس كرمالة هن ما يزرقوا كتير تاي رايحون وهيك بس إذا بدك يلي خاصة اللي بيشتغلوا على حسابهم ما معهم وقت يوقفوا بيجوا بيعملوها بيكملوا شغلهم عام هل دوالي بترجع بعد اللازر يعني الفاريس هل يعود بعد اللازر هل في خطورة العودة سؤالك كتير مهم بالنسبة للجراحة كانوا يقولوا الجراحة أحسى ما بعودوا يرجعوا نحنا بيرجعوا اي طبعا بكله بيرجع نحنا بناخد بالنسبة للدراسات انه بعد خمسة سنين عنا خمسة وتسعين بالمية من الشرايين اللي سكرناها بتضل مسكرة وفي خمسة بالمية بيرجعوا بيطلعوا طبعا ازا مرة رجعت حبلت او ازا حضا نصح عشرين كيلو من بعد او بيوقف كتير وبيتعب كتير وعنده قبول انه يعمل دوالي راح يرجع يعمل هلأ اجمالا الشرايين اللي سكرناها ما بترجع بتفتح بيطلع غيرهم بيعملوا نيو فستو جدد مشان هاكي بدون انتروتيان ما فينا نعمل عملية فاريس ونجي بعد عشرين سنين نقول رجعوا طلعوا هو كل سنة كل سنتين كل تلات سنين واحد بيضلي عين بيشوف لانه ازا كان صغير بيعملهم قبر جلسة جلسان تلات جلسات بالسنة بيضلوا محافظ عليهم انت ما يعمل للعوارض الفكرة اللي عنا اياها بالزهنية نحنا انه عملت فاريس رجعوا طلعوا عملية رجعوا طلعوا كلهم هاي الفكرة مش غلط هي مظبوطة بس مظبوطة لانه نحنا ما كملنا العلاج نحنا ساعدناهم طلعوا هيدا علاج مزمن اي مش او ساعدناهم او ما كملنا العلاج العلاج هو شي كرونيك مش انه بس مرة واحدة وخلاص نعم يعني العملية الليزر من خطرة ازا قلنا ازا حدا بيعرف طبعا اعملها متل ما لازم ويعتبر الليزر هو احداث طريقة حاليا للفاريس نعم في طرق تانية متل الجلو تنعت حقهم كلهم يعني قلنا عن الجراحة يلي هو ستريب مية بالمية في الجلو يلي هو منفوت نفس الشي بالاسطرة ولكن ما منعمل بنج ومنلزقهم هايدي تقالية كتير منيحة ولكن ثمنة عالي كتير وبيضل في تلزيق بالجسم ما بيخوف لانه احنا منستعمله كمان بالراس وقت اللي بيصير فيه نزيف ولكن منعمل بقلهم انا للمرضى انه هيدا عم بيبقى في تلزيق بقلب الشريان بتضل نقشعه بيسكر بس ما بيخطفي بس بيضل مسكر هوني وفرنا على المريض عمليات جراحية بما قلنا جرح وطقطيب وفق قطب بعدين وعدم حركة شو اللي ميز الليزر عن الجراحات التقليدية الجراحات التقليدية فيه معها كل السايد افكت يعني انت عم بتقطب فيها تلتهب بدك ثلاث أسابيع بالبيت بده رابط بده دوا سايلين هون كلهم نمنا عملون وكمانا يعني فيك تعمل جلطة فيها يمكن أكتر يمكن نفس الشي بس بتعطيب ابر سايلين الفرق انه بالليزر ما منعطي ابر سايلين خاصة الوقت اللي بتكون سريعة هي ان احنا منعطي ابر سايلين اذا طولنا لانه صار في مشكلة او او طرين نقدر ناخد وقت اكتر ساعتها منفضل نعطيهم دوا سايلين ولكن بس تكون سريعة وتاخد تلت ساعة ما منعطيهم دوا سايلين وبالعكس متل ما قلتلك منقوم نقلهم يمشوا بسرعة دونك اكيد اهيام بكتير صراحة الليزر وياللي عاملين جراحة وعملين ليزر بيقدروا يقولولك بسهولة ده في فرق بالنسبة للوقت اللي بيمضوا من بعدها يعني مية بالمية دكتور شادي اه حكينا كتير عن سايلين مرة كتير بالحلقة وكان فيه متصل معنا اه عم يحكي عن العمر بعمر معي لازم نوقف ناخد دوا سايلين يعني بس تسيب بثمانين وطلوع مش الوقف ولا لا اه خفف بالنسبة للدوا سايلين بالنسبة للشرايين يعني للجلطات بالقلب وبالراس يلي احنا ما حصن بالقوري ده في شي بيسموه يعني احنا منبلش ناخد دوا سايلين قبل ما نعمل عوارض هايدي منا كل فترة ساعة منقول لازم ساعة منقول مش لازم بصراحة بالوقت الحاضر منا كتير يعني اذا واحد ما عنده مشاكل نشاف وعامل مسلا سكور كالسيك بالقلب وما عنده نشاف بشرايين بيطلعوا عالراس والشريين الابهر ما في مشاكل وما عنده اوجاع ما منعطي هيك دوا سايلين عصحة السلامة منا كتير محبزة لانه برجع بعيد دوا سايلين لهو الاسبرين او اللي غيره اه في عرضك لنزيف اذا لا سمح الله صار اكسيدان اذا نزيف بالراس وعم تاخد دوا سايلين اكيد العوائب بتكون اصعب من وقت ما بتاخد سو ما منعطيه الا وقت اللازم انا ما كتير من المحبزين انه ناخد على صحة السلامة اذا المريض عنده مشاكل الفريس وعنده مشاكل صحية تانية هون بتصير هون منفضل نشيله بتصير يعني طريقة الشغل معه لهذا المريض غير الترديسيونال هلا بالنسبة للابر والليزر والجلو نحنا بنعملهم ان شاء الله بيكون في مشاكل بالسيالين ما بيعس اه يكون حدا كتير كبير بالعمر او يعني هن بالعكس هن هينين كتير وهن بما انهم ما فيهم متل ما قلتلك نومي وبنج وهيك ما في المشاكل بالعكس نحنا بس يكون عندهم حتى لو كانوا كبار بالعمر وبلشوا يعملون مشاكل وعندهم مسلا مشاكل قلب او كبد او كلوي اتسترا احنا من فضل نسكر شرايين ده نقدر نريحهم ولنه على جبهة من جبهات بالنسبة للصحة نا يعني هدا بالاجمال كده اللي لازم نحكيه على الموضوع دكتور اه شادي كلاسة او عندك شي تبس اخيرا ايه كابل ما نختم اه يعني انا بنرجع بشدد على اللايف ستايل يعني كله العلاجات اليوم في كتير علاجات وفينا نعالج كل شي اكيد كل شي له كلفية ولكن الجهات الضامنة عم تساعدنا كتير بالنسبة للفاريس ولكن بيضال في اللايف ستايل الوكاية خير من العلاج اللايف ستايل كتير مهم الوزن اللبس الاعد النوم المشي كله والرياضة وخصوصا اذا في حدا بالعائلة عندنا فاريس يعني معرضين معرضين في اوقات دكتور منشوف اجران كون الشرايين فيه عاملة جونكليون مصبوص هون باي مرحلة بيكون وصلوا ولاش بيوصلوا لها المرحلة بيوصلوا لها المرحلة لانه الشرايين هو الوعي طبع الشرايين يعني الول هو اصلا بيكون مريض بيصير يتوسع وفي ضغط الدم بيصير يوسع اكتر واكتر واكتر مشان هاكي نحنا اذا بيكون ياسو ثلاثة مليمتر اهيان نعملهم بالقبر ولكن اذا تركنا نوصل لمطرع بيصير كتير كبير بيصيروا القبر ما يأسروا مشان هاك العلاج لازم يكون مدروس ولازم ينعمل قبل ما يبلشوا المشاكل في منهم بيقول لي راح تخاف لانه اجريح بالت سترة ايه في منهم عم نشوف يكون لهم سنين تركينهم بيبقوا ماشيين لابس يعني بيبقوا ماشيين بين الناس واجريهم كتير بشكل مخيف مرعب اكيد هولي احسن نشيرون لانه بنعرف انه بعد فترة راح يعملوا مشاكل دكتور شادي كلاسي شكرا كتير لو وجودك معنا بيصوفي انا بشكرك بشكرك على هالحلقة المشوقة وبحي الجميع ونحنا بنحييك ودائما لازم نعمل حلقات بتفيد نحنا هدفنا الاساسي اللي عم يسمعونا ويشوفونا يكونوا عم يستفيدوا من كل هالمعلومات وانا بشكرك على اسئلتك يا لي كتير مدروسة وكتير مدينة عمل درس مني يعطيك العاف شكرا دكتور شادي كلاسي اختصاصي الشرايين ولهون بنوصل لختام كلينيك عبر هو صوت لبنان مني انا عودري دا غير واكل فريق العمل قطيب الامنيات حتى نلتق من جديد نظلوا بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة